أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير وليلة الكلاسيكو في الأسكندرية ملعب برج العرب الذي سيستضيف هذه المباراة الهامة إن شاء الله مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من الدور العام أكيد اليوم النهاردة يوم كبير في تفاصيل كثيرة زميلي عمر وبالتأكيد النهاردة وحب نتكلم على ليلة الكلاسيكو كلاسيكو الديربي الكبير وهل هي مباراة كلاسيكو أم مباراة ديربي لكن بالتأكيد عمر مباراة كبيرة مباراة صعبة فيها تفاصيل كتير النهاردة أكيد هنتكلم فيها أكيد طبعا محمد زي ما أنت قلت مباراة قمة مباراة الأول مرة بتكون في الموسم الحالي مباراة بنانتظرها من الموسم للموسم محمد لكن زي ما احنا قلنا احنا عايزين تخرج إن شاء الله بالشكل السويء طبعا السلوكي والأخلاقي والرياض اللي احنا بنتمنى فيه موضوع ممكن الكتير مننا غايب عندهم اللعيبة أصدقاء برا جوال ملعب طبعا الحب والود دايما بيكون موجود جوال ملعب ده اللي احنا بنتمنى وفي الآخر بنتمنى أكيد فوز النادي الأهلي وربنا يوفى الجميع إن شاء الله بإذن الله نشوف مباراة كبيرة النهاردة طالب باسم الكبيرين لأنهم كبيرين القوم في إفريقيا وفي الوطن العربي وشكرا جزينا لزميل العزيز عمر ربيع ياسين على المقدمة والإطلال النهاردة في صباح هذا اليوم ومباراة كبيرة جدا مباراة القمة مباراة الدربي مباراة الكلاسيكو هنا اختلفت الأرى ما بين الحديث على أنها مباراة قمة أو مباراة كلاسيكو لكن بالطبع النهاردة في كل هذه التفاصيل يسعدني في الفقرة الأولى والفقرة الحوارية الأولى من ملعب الأهلي للحديث عن هذه المباراة الكبيرة ونبدأ بإسم الزمالك لأنها بالتأكيد هي مباراة الزمالك اليوم وطبقا لجدوى المباراة الدور العام نادي الزمالك وصاحب الملعب وصاحب الأرض ولكن المباراة بدون جمهور وبالتالي يشرفني في هذه الأثناء أن يكون معي دكتور طاري الأدور المحلل والناقض والمعلق الرياضي الكبير دكتور طاري مساء الخير عليك أهلا بي يا حمد وأهلا بكل أستاذ المشاهدين وإن شاء الله نتمنى قمة تتحلى بقولها يا قم واحد بالروح الرياضية اللي يعني انتهكت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وأصبحنا بنرى حاجات ما نتمناش أننا نشوفها نتمنى أن كل الأمور تطلع بشكل جيد زي ما كانوا لعيبة الأهل والزمالك زمان والقصص والروايات كانوا إزاي بيحبوا بعض وبيكلموا بعض وبيخرجوا ويصهروا مع بعض يعني يبقى طلعين الأهل كسب الزمالك كسب خارجين الصهرة الليلة دي مع بعض فده اللي نتمنى أنه يرجع لملعبنا إن شاء الله يبقى السؤال الأهم اللي نبدأ بين النهاردة وهنخش في أجواء المباراة بسرعة هي مباراة كلاسيكو أو مباراة ديربي كلمة كلاسيكو لها معنى والديربي لها معنى آخر تمام ده حلو السؤال ده قوي عشان أنا كنت ناوي أتكلم فيه حتى قبل ما أنت تسألني كلمة ديربي خلقت أو أنشئت الأول على إنها المباراة اللي بتجمع بين ناديين من مدينة واحدة أو محافظة واحدة أو جاورنورة واحدة لو هي في أي مكان في العالم أو في أوروبا أو في مصر فالزمان كانت يعتبر الأهل والزمالك موجودين قفر القاهرة والجيزة لكن كلها منطقة القاهرة الكبرى قبل ما يتم التوسع ويبقى فيه محافظات تانية زي محافظة أكتوبر وكده فكانت بتسمى الديربي كلمة الديربي كانت تطلق فقط على ناديين من مدينة واحدة ده بداية يعني أما كلمة الكلاسيكو فهو المباراة الكلاسيكية يعني الكلاسيكية اللي لها تاريخ وعبق وليها ماضي كبير قوي والمباراة اللي دايما بتجمع بين الكبيرين في مكان مش شرط بقى أن يكونوا من نفس المدينة لكن مع مرور الزمن تحولت كلمة الديربي مش بس إلى ديربي اللي هو لازم يكونوا من محافظة واحدة لأ الديربي بين الفرق الكبيرة وبعضها ودليل أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة رغم أن هي بتسمى الكلاسيكو طبعا باللغة الأسبانية وهي مباراة كل العالم بيتابعها وهي المباراة على فكرة الكلاسيكو أو الديربي رقم واحد في العالم وتعمل استفتاء على كده هقولك عليه دلوقتي أصبح كلمة الديربي اتنقلت شيئا فشيئا إلى أنها المباراة اللي بين العملاقين الكبيرين في أي مكان وفي أي منطقة حتى لو ما كانوش في مدينة واحدة كان في مجلة اسمها ورد سكر لازالت تصدر الآن بس طبعا هي كان بتصدر في العصر الزهبي للصحافة الورقية والفترة اللي هي بتاعت التمانيات والتسعينات كانت مجلة لها قيمة كبيرة جدا في أوروبا وهي اللي بتحلل دولة أبطال أوروبا وتحلل المطلوبات الأوروبية بشكل موسع جدا وبتتناول برضو فقرة عن الكرة في أمريكا الجنوبية وفقرة عن الكرة في أفريقيا وكانت بتمنح على فكرة مسابقة لأحسن لعب في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وهكذا عملت استفتاء المجلة دية هقولك بالزبط سنة 1999 قبل نهاية القرن في سنة عملوا استفتاء ما هي أقوى دربيات العالم ويومها في المجلة دية وباللغة الإنجليزية وصفوا إن التحول المسمى إلى دربي بدأ يبقى مش شرط زي زمان إنه بين ناديين من مدينة واحدة لأ أصبح كلمة دربي دي ريال مدريد وبرشرونة أي كبيرين في أي حاجة حتى لو ما كانوش أندي احتل الأهل والزمالي في هذا الاستفتاء المركز الإيه بقى الخامس في العالم في العالم سنة 99 سنة 99 يعني لسه حتى قبل ما تاخد الأهمية الأكبر من وجهة نظري في مطلع القرن دوت أو في القرن الحالي 19 سنة لعشناه من القرنة بقت أهم فكان الدربي رقم واحد هو ريال مدريد وبرشرونة طبعا كله كان متوقع هو اللي فاز باكتساح يعني إنما المفاجأة أن الدربي رقم اتنين ما حددوه شنوة بين أنديين حددوه حتى لو كان منتخابات الدربي رقم اتنين تخيل طالع إيه البرازيل والأرجنتين معقل أبرز نجوم الكرة في العالم معقل خروج بلاي ومرادونة وميسي ديوقتي دايما أبرز نجوم العالم أتحدك لو طلعت في الخمسة الأوائل من البرازيل والأرجنتين دايما تلعت اللعيبة الكبار في دولتين دول بعدهم جاء الدربي الشهير جدا بين منشستا واليونيتد وليفر بول لأنهما كانوا الأكثر وحتى الآن هما الأكثر فوزا بالدولة الإنجليزية الأشهر والأقدم في تاريخ كرة القدم فده اختير نمرة ثلاثة دربي يوفينتوس وميلان ورغم أنهما من مدينتين مختلفين برضو طلع نمرة أربعة ثم الأهل والزمالك طلع نمرة خمسة يعني ده خلي بالك أنت لو عدت المباراة القمة في العالم هتلاقي أكثر من مئة مباراة مشهورة أن الأهل والزمالك يطلعوا في المركز رقم خمسة في العالم ده كان موقع مميز جدا للمباراة ديات على المستوى العام العالمي والدولي طيب قبل الاستفادة أكثر في مسألة الديربي والكلاسيكو لأنه كمان حاليا بيقال على مباراة إيفيرتون وليفربول لأنهما من مدينة واحدة مباراة ديربي ومباراة منشستا ريونيتد وأيضا مباراة ليفربول بيقال عليها ما بين ديربي أو كلاسيكو اختلفت هنا الأراء لكن كمباراة الأهل والزمالك تبقى لأن هذه المباراة تعتبر في عدد مباراة الدوري كديربي أو ككلاسيكو الـ 117 لأن المباراة أقيمت منذ سنوات طويلة يعتبر هل هو من أقدم مباراة القمة أو مباراة الكبيرة في العالم ولا هناك مباراة أقدم من ذلك كمان في قرى الأوروبية لا هو طبعا بص الدوري المصري والمسابقات المصرية بدأت عموما أول مسابقة مصرية هي بطولة الكأس كأس السلطان اللي بدأت سنة 2016 دي أول بطولة محلية البطولة دي هي أول بطولة محلية لكنها ما كملتش في أوائل التلاتينات انتهت وتوقفت تاني مسابقة وهي المستمرة حتى الآن بطولة كأس مصر اللي بدأت في موسم 21-22 عام تأسيس اتحاد الكور فبما إننا بنتكلم في أن أول مسابقة سنة 1916 وأن أول بطولة رسمية مستمرة حتى الآن كانت سنة 1921 فالدور الإنجليزي بدأ سنة 1869 يعني هو أقدم بكتير بدأ حتى بشكل غير شكله الحالي والدور الإسكتلندي بدأ قابليه هو كان تاني أقدم دوري في العالم لأنها في الجزر البريطانية برضو فبالتأكيد مش هو الأقدم يعني أول مباراة بين الفريقين على فكرة أول مباراة تعرفها الكورة المصرية بين الأندية بين الكبيرين كانت سنة كام؟ 1917 مباراة دي بين الأله والزمالك فاس فيها الأله 1-0 المباراة دي تلعبت على وجه التحديد هقولك يوم 17-6-19-17 المباراة دي تاني مباراة تعرفها مصر بشكل يعني أنها مباراة كروية في مصر أول مباراة على الإطلاق كانت مباراة بين منتخب مصر وما كانش منتخب جابوا كده للعيبة المميزة وأبرز للعيبة المميزة بالتأكيد كانوا من الأهل والزمالك ولعبوه مع فرقة من الجيش الإنجليزي اللي كان موجود في ساعتها في مصر دي كانت أول مباراة يعرفها كانت في شهر أغسطس 1916 تاني مباراة في تاريخ الكورة المصرية تاخد الصبغة رغم أنها كانت ودية بس تاخد الصبغة الرسمية هي مباراة بين فريقين كبيرين هي المباراة الودية لأقيمة ساعة 1917 بين الأهل والزمالك دكتور طريق بس مهم جدا نحن نتكلم برضو عن التاريخ والأرقام وفكرة الكلاسيكو والديربي قدامنا دلوقتي العطاة تحصرية وخاصة لفريق النادي الأهل من داخل فندق الإقامة صباح اليوم استعدادا لمباراة الزمالك يمكن النهاردة الفريق يعني بعد الفطار مباشرة شايفين دلوقتي كل اللاعبين داخل فندق الإقامة بيستعدوا بالتأكيد لمباراة القمة واليوم النهاردة يوم خاص جدا لأن السيناريو محدد من قبل الجهاز الفني والجهاز الإداري بمواعيد محددة توقيت الفطار توقيت الغدر توقيت المحاضرة توقيت التحرك كمان إلى ملعب المباراة وحسنا فعل الجهاز الفني بالتواجد فيه فندق الإقامة القريب جدا من ملعب برج العرب بالضبط خمس دقائق كل الأمور إن شاء الله مهيئة لهذه المباراة بالتأكيد هيكون في تفاصيل تانية كمان مهمة نعرف بها أخبار المباراة في ظل حالة اللغة الموجودة على السوشيال ميديا ما بين صور قديمة وصور حديثة لملعب المباراة وهذا اللغة الكبيرة على مباراة القمة لكن زي ما احنا شايفين كل اللاعبين ممكن لقطات خاصة لأول مرة بتعرض العدد من اللاعبين داخل فندق الإقامة وفي الأوتيل شايفين تركيز كبير جدا من اللاعبين فيه سرية كبيرة جدا على تدريبات النادي الأهلي وعلى تشكيل النادي الأهلي خلال مش هقولي النهاردة أو مبارح لا خلال الـ 72 ساعة الماضية لكن فيه تركيز كبير جدا 24 لعب فيه معسكر فريق النادي الأهلي كل اللاعبين بيتحدثوا عن المباراة الكل إن شاء الله على هبة الاستعداد لخوض مباراة اليوم أمام نادي الزمالك فضل لدكتور طب فطبعا نرجع تاني للقمة هي مش الأقدم لإن كان قبلها الأندية الكبيرة زي ليبربور ومانشستر يونيوتن لا مش بقيل في مصر بره في مربة كانت طبعا سابقة الدربي ده وكان فيه برضو في البرازيل سانتوس وجريميو ناديين برازيلين كبار كانوا بلعاوه برضو كانوا ما يسمى بالدربي رغم أنهم مش في مدينة واحدة لها ساو باولو في البرازيل لكن كان بيطلق عليه دربي برضو سبقت المباراة دي لكن 1917 هو تقدر تقوله أنت متطمن ومتأكد أنه أقدم دربي في منطقة الشرق الأوسط كلها يعني الفرق العربية والأسيوية في قارة أفريقيا وأسيا وربما طبعا في أفريقيا الاتحاد الوحيد اللي تأسس قبل الاتحاد المصري هو الاتحاد بتاع كونغو الديمقراطية اللي هي كتسمها زئير زمان اتأست 1916 قبل الاتحاد المصري في خمس سنين لكن ما كانش فيه مباريات أول مباريات يعرفها العالم الأفريقي والعالم العربي هي اللي كانت في الكرة المصرية وعلى وجه التحديد في مطلع القرن اللي هي المباراتين اللي قلت لك عليه طيب مباريات القمة شهدت ولادة نجوم جدد في كل المباريات وكانت تحديدا الكلام ده بيتقال في فترة التمينات والتسعينات وفي بداية الألفية الجديدة أبرز اللاعبين الجدد اللي كانت ولادة نجم فعلا فيه مباريات القمة دكتور طرق من وجهة نظرك عبر التاريخ من الأسامي اللي ذكرت بعد مباريات القمة وكان لها اسم كبير وبع طويل بعد هذه المباريات هو طبعا فيه عدد كبير من اللعيبة ما تقصد أنت اللعيب اللي هو ما كانش له جمهرية كبيرة ولعب مباراة قمة وخرج من مباراة القمة دي بجمهرية كبيرة جدا بزاق غير ما داخلها يعني فطبعا أنت يعني لسه بتتكلم ده تقول ايه تشكيل وسريع التشكيل رغم أنه ايه أغلب الناس خلاص بقت عارفة تشكيل الفريقين وبالذات أكتر الزمالك لأن الزمالك كان ايه ما عندوش إصابات كتير فبالتالي كان أكثر سباتا على التشكيل من الأهلي اللي هو يعني يمكن أدار أو دور السنادي تتخيل عدد قياسي من اللاعبين أكتر لعيبة تشارك باسم نادي في موسم واحد في تاريخ الكرة المصرية من السنين اللي قلناها دي هو السنادي الأهلي أشرك حتى الآن 44 لاعب يعني أربع فرق كاملة 44 لاعب مسلوا الأهلي السنادي في البطولات المختلفة سواء دوري أو بطال أفريقيا اللي انتهى العام الماضي أو بطولة دوري أبطال أفريقيا الجديدة أو الدوري المصري أو بطولة الكاس اللي لعب فيها الأهلي المباراة واحدة أو المباراة بطولة العربية اللي هي الأهلي شارك فيها حتى دور الستاشر نتيجة ضغط المباراة نتيجة ضغط المباراة لأن النادي الأهلي عنده ارتباطات يعني غير طبيعية لدرجة أن النهاردة المباراة دي هي المباراة رقم خمسين يعني النهاردة لسه في قضل كتير على الموسم خلي بقى لك الموسم مش ماي ولا يونيا الموسم هيخلص في آخر التسعة وعليك خير فانت متخيل ان الموسم ده لغاية الوقتي واحنا نعتبر ايه في الأسبوع 22 لصلك كمان 12 مباراة في الدوري غير ان شاء الله للأهل لو كمل ناقي دوري عبطال أفريكا عن 6 مباريات عنده 4 مباراة في الكاس عنده سوبر مصري كل المباراة اللي منكلم عنها دي لغاية النهاردة الاهلي لقى 50 مباراة 50 مباراة في موسم واحد او في تلتين موسم ده عدد غير مسبوك وعدد غير مسبوك من اللعابين ارجع بقى لسؤالك انت بتقولي نجوم كتير ظهروا النجوم الكتير اللي كانوا بيظهروا قبل كده اغلبهم بيكون نتيجة ان فيه ظروف بيمر بها فريق وفجأة الفريق يبص لاي نفسه منقص من 3 ا4 من اللعابة الاساسيين فبيضطر الجهاز الفني وقتها انه هو يلعب بمجموعة من اللعابة اللعابة دي دخل بقى فصت ايه معمعة بتاقة مباراة كبيرة اهل وزمالك وبتاعة هل هم حينجحوا ولا مش حينجحوا لو شفنا عدد اللعيبة اللي شاركوا بشكل مفاجئ كده او شاركوا ما كانوش في الحسبان ان هم حيلعبوا وشاركوا في مباراة القمة هتلقوم عدد كبير جدا من اللعيبة لكن اللي برز منهم مش عدد كبير بقى يعني اللي برز منهم اللي استمر بعد كده اه اللي هم استمر كلاعيبة بعد كده اول خبطة قوية لفريق وكان يعني المباراة فيها فريق نقصوا عدد كبير جدا من اللعيبة فاضطر انه يشرك عدد كبير من اللعيبين كانت مباراة الاهل وزمالك طبعا في فترة الخمسينات اللي ما الاهل عنده اصابات بالجملة يعني اصاباتك تحت الصفوف وتقريمك كان النادي الاهل عنده زي دلوقتي كده عشر اصابات بس زمان ما كانتش كانت فينها كلها 18 لعيب ولا حاجة فلما تقول عشر لا ما فيش فجابوا ناشي كان ساعتها بقى ايه السايس وعولي المطر المباراة الشهيرة جدا اللي اشتركوا الاول مرة وفاز الاهل على زمالك رغم انه كان بعدد قليل جدا من اللعبين تاني اشهر مباراة كان فيها تغيير جلد تماما كانت مباراة طرارية جهري خاد لعيب النادي الاهلي وتضرب بيهم القصة الشهيرة الوقع الشهيرة فتم ايقاف الفريق كله بالكامل يعني 22 لعيب كانوا في قائمة الاهلي الاساسية بالكامل كلهم برا فالنادي الاهلي يعمل ايه اشرك لعيبة تحت 21 سنة كان منهم حسام حسد اللي هو بعد كده بقى من نجوم الكرة المصرية الاهلي لعب لعيبة محدش كان يعرف ولا اسم ولا لعب وكاتل مباراة دي في الكاس وفي دور التمانية الكاس مصر وقتها فاز الاهلي على زمالك تلاتة اتنين بس تخيل بقى ان مجموعة اللعيبة ومنهم طريق خليل كان نسجل هدف الفوز في الوقت القاتل المباراة ثلاثة اتنين والاهلي كان بيتقدم في المباراة دي واحد صفر يتعادل الزمالك اتنين واحد يتعادل الزمالك ثم طريق خليل حسم الموقف في الدقاءة الاخيرة زي ما قلت للمباراة دي تقلق فيها حسام حسن وكان لسه صعد مسجلش اهداف ولكن جاب كرة كترتدت من الايم بساعتها في مباراة الاهلي والزمالك دي فطلع برضو لعيبة جدية بعد غير الوقاعتين دول يعني الزمالك مجاش عليه وقت اضطر انه يلعب بتشكيلة كاملة كده من اللاعبين الاهلي هو اللي اتعرض لها في المرتين اللي ذكرتهم وتخيل ان المرتين فاس فيهم الاهلي مرة تلاتة واحد ومرة اللي هي بتاعت الكاس تلاتة اتنين اما بقى بالنسبة للعيبة اللي هي ظهرت على فترات فهي لعيبة على مستوى فردي يعني لعيبة مثلا زي جمال حمزة لعيبة زي جمال حمزة من اللعيبة اللي كانوا في الزمالك محظوظين جدا في مباراة الاهلي خرج من مباراة القمة بتسجيل سبع اهداف منهم خمس اهداف في الدوري وهدفين في الكاس وكان مشهور جدا بالتهديف في المباراة دي حتى وهو برى الفورمة يعني شوف يعني ايه العيب يكون مش في الفورمة ومش في الدماغ خالص وينزل مباراة القمة ويسجل جمال حمزة كان من اللعيبة دي في السنوات الاخيرة بدأ يخش لعيبة كتير جدا في اللعيبة اللي هي بتظهر بشكل فردي زي ما قلت لك مش بشكل جماعي ودي مباراة الاهلي وزيلاك سنة خمسة وتمارين مسلم خمسة وتمارين دي اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت السؤال للناشئين دي اللي انتهت تلاتة دي اللي سعت بقى للناشئين اه بالزبط ايو هي المباراة دي كويس هل لقتونا بالمباراة طبعا كانت مباراة من المباريات التاريخية طبعا كانت مباراة كثيرة الواحد بيستمتع بالتاريخ من خلال المباريات دي ظهر بقى لعيبة بشكل فاردي كتير جدا ظهر لعيبة مثلا زي أيمن حفم أما كان مع الزمالك ونضمله من النادي المقصة متقلق في أول مباراة لعبها وبسجل هدف في مرمى النادي الآلي ظهر برضو رمضان صبحي رمضان صبحي من اللعيبة اللي هو دخلوا في تشكيلة النادي الآلي في فترة موسم 2013-2014 كان دورة ربعية نهائية هيتولى كابتل فاتح مبروك مهام تدريب النادي الآلي وكان شيء غريب جدا إنه هو إيه لا النادي الآلي يمر بمرحلة تغيير الجلد فهو جازف والحقيقة دي تذكر في التاريخ وأنا مش عارف ليه كابتل فاتح مبروك لازم يذكر له في التاريخ هذا الأمر يل كريم بابو رمضان صبحي بالزبط ومحمد حسن ولعيبة كتير جدا والشبراوي كان ساعتها بيلعب أهلي برضو وعمر جمال لسه كان بيلعب أول موسم منه مع الأهلي إنك انت بصت لقيت فريق فجأة فريق عملاق كان في أبو تريكا وهو وقل جمعة على فكرة كانوا بيلعبه لغاية الموسم دوت اعتزل أبو تريكا قبل الموسم دوت وهو وقل جمعة استمر لغاية نهاية الدور الأول من الموسم ده فجأة بقى فاتح مبروك جه في نهاية دور المجموعات راح ملعب بقى مجموعة اللعيبة دي كريم بامبو بقى ورمضان صبحي وعمر جمال كان بيلعب من أول موسم وعمر حسن والشبراوي اللعيبة اللي هي لعبة الزمالك في الدورة الربعية النهائية وفاز 1-0 بالهدف اللي جاء بأحمد توفيق في مارمان ساعتها من كرة من عمر جمال جاءت استضمت في أحمد توفيق ودخلت هو دكتور ما بين الماضي والحاضر دايما تلاقي الآله هو كلمة مشتركة أو عنصر مشترك ما بين الطرفين يعني بنتكلم في وراء سنة 85 80 بتتكلم عن جيل اللي لها بحسام حسن وبرهيم حسن وطريق خليل وبعدها بكم سنة يعني بنتكلم في وراء حوالي يعني اعتبر 20 سنة أو 30 سنة كمان نفس الفكرة ونفس العقيدة ونفس المعنى برضو بيتقرر داخل النادي الاهلي جيل من الشباب اتربى داخل النادي الاهلي استعام به في توقيت مهم جدا وكانت مباراة مش مباراة قمة بس دي كانت مباراة مهمة جدا فاصلة في مباراة الدوري مع كمان سموحة لما كان بيتلاعب الدورة المجمعة الخاصة بالطول للدوري مظبوط فكان دايما ليها رونة خاص بس مباراة الاهلي والزمالك هي مباراة من نوع خاص حقولك على حاجة بقى يعني يمكن حاجة فريدة ما حدش كتير تناول هذه الأمور المباراة الوحيدة اللي عملة تزيد عددها يعني مش تزيد عددها بزيادة عدد المباراة يعني مش النهار ده مثلا مباراة القمة رقم 117 117 في الدوري في الدوري بس المباراة اللي برا الدوري أكتر مباراة مزبتة بالصوت والصورة والأرقام والصحف والمجلات والإعلام وكله هي مباراة الدوري لأنها لما نقول بدأ الدوري 48-49 فده مش بعيد قوي يعني كان فيه أرشيف كان فيه الصحف بدأت تنشر وبتكتب كتير عن مباراة القمة وكلام من ده المباراة اللي زادت بشكل مضطرد جدا وبشكل كبير جدا هي المباراة اللي برا الدوري يعني لغاية مثلا من كم سنة كان عدد المباراة اللي جرت بين الفريقين في بطولة الكاس كانوا 21 مباراة مع البحث والاستفادة وحقولك مع البحث أنا لقيت إيه مع البحث والاستفادة في تاريخ القمة بتواجه صحة في البحث الأولى دكتور طريق جدا طبعا عاولك أحب كل البحث اللي هو من سنة مثلا خمسين لغاية دلوقتي أنا بتكلم سنة خمسين دي يعني تعتبر سبعين سنة مثلا بس سهلة سور بقى يعني أما أقولك من بداية الدوري سهلة ممكن تجيب لأن في صحف موجودة كانت كتير وتقدر تطلع من الصحف وتطلع من المايكرو ويب من المايكرو فيلم مايكرو فيلم في الأهرام دي تطلع منها حاجات درر يعني لكن قبل كده كان صعب جدا فلازم تبحث في كتب أو مراجع خاصة جدا عشان تقدر تطلع ده وبعدين حتى المايكرو فيلم ده عشان تتروح مثلا وتبحث في عايز تتدور على مباراة معينة فانت بتدور على 365 يوم في السنة فجرائد كان الاطباعة بالرصاص البونت فيها صغير جدا بالزبط فمباراة بقيت ايه نبحث نفاجأ ده في مباراة كانت في دور التمانية الكأس مصر في سنة 33 كانت كذا في مباراة في دور قبل النهاء اللي بطولت كأس السلطان كانت سنة كذا في مباراة في بطولة منطقة القاهرة في النهائي تلاقي طلعت مباراة فابتدت تزيد عدد المباراة لغاية ما قصت لك كله بقى إجمال دوري وكأس وإفريقيا دوري وكأس وكأس السلطان وبطولة منطقة القاهرة وبطولة أفريقيا بأنواع سواء دوري أو كأس أو سوبر بطولة أفريقيا وبعدين المباراة الودي في يبقى دوري وكأس وكأس السلطان وبطولة منطقة القاهرة وبطولة أفريقيا وودي ست عناوين رئيسية لمباراة الأهل والزماني فبخلال البحث ده اكتشفت إيه حاجة محدش ذكرها خالص أنا كنت خايف أقولها بس مش أفا أقولها ولا الأول عبنا كم مباراة كل المباراة 232 مباراة 232 مباراة المفاجأة بقى أن الأهل فاز في المباراة 32 مباراة دي 99 مباراة في المجموع بين ودي ورسمي وكل يعني لو الأهل كسب أو أي مباراة قادمة هتكون المباراة رقمية زي النهاردة مثلا إن شاء الله هتكون المباراة البي لكن في البحث ده بقى تكتشف إيه في أكبر مباراة في الدوري أو أكبر نتيجة ستة واحد اللي هي بتاعت موسب 2002 وكل الناس عرفها لأن دي قريبة كانت مباراة طبعا اللي هي كانت يوم مايو 2002 المباراة دي كانت ستة واحد أكبر نتيجة في الدوري لكن الزمالك في الدوري بس لم يفوز أكتر من ثلاثة واحد نتيجة الثلاثة واحد دي الزمالك عملها ثلاث مرات مرة أولى موسم 90 مرة تانية موسم 2001 مرة تلتة 2002 2003 فأكبر فوز للأهل ستة واحد وأكبر فوز للزمالك ثلاثة واحد لكن أكبر فوز على الإطلاق كانوا بيطلقوا عليه أو بيقولوا عليه اللي هو المباراتين اللي تاموا بالآله والزمالك وحنا كلنا عارفين من ملابساتهم اللي هي انتهت بستة صفر للزمالك محدش دور أكتر وشاف سنة بسنة أنا بحثت وما اكتشف إيه إن أكبر نتيجة على الإطلاق ودي يمكن ما حدش قالها أبدا بين الأهل والزمالك خير وده مزبت بالإحصاءات انتهت بفوز الأهل تاني بص بالتاريخ باليوم تمام يوم 17 يونيو 1933 9 واحد الأهل فزع الزمالك 17 يونيو 1933 9 واحد وكان الزمالك اسمه المختلط في بطولة إيه كانت بطولة كأس مصر دي خرجت بمسمى كده الأول اسمه كأس التفوق المصرية على فكرة كأس مصر دي تسمت كأس التفوق المصرية وتسمت كأس السلطانية لما كان السلطان حسين موجود وعندما جاء الملك فاروق تسمت كأس فاروق الأول ولما بعد الثورة تسمت كأس مصر المسابقة الوحيدة اللي تغير مسمىها أربع مرات فبكأس التفوق المصرية دي فازي الأهلي يوم 17 ستة 933 تسعة واحد نقدر نعتبر أن هذه المسابقة اللي هي مصابقة كأس مصر حاليا في الظبط اللي هي مصابقة مصر ده يتأعلى نتيجة على الإطلاق في مباراة القمة وطبعا في ظروف الكرة الحديثة صعب جدا أنك تتخالي إن الرقم ده حيكسر فده رقم أعلى رقم في تاريخ مباراة القمة إذن دكتور طاري الأدوار بيأكد على معلومة تاريخية مهمة جدا جدا ليست مباراة ستة واحد هو أكبر انتصار للأهل عزة مالك ولكن سبع للأهل الفوز عزة مالك بنتيجة 9 واحد بتاريخ 17 يونيو 1933 في كأس التفوق المصرية بالمسمى القديم لمسابقة كأس مصر الحالي كلام مهم جدا على مصرية دكتور طاري الأدوار بحث وسيرش وتفاصيل وأرقام تاريخية وكان الله فعونك عشان تعرف توصل للتواريخ والأرقام دي في أرشيف صعب جدا بالذات للقرى المصرية بالضبط وأنا حقول لك على حاجة أنا خدت الصحيفة الحتة من المايكروفيلم وشفتها في الأهرام خدت الحتة ديت وحبعتها لك حبعتها لك حتى على الواتس يعني عشان تبقى معاك الدوكيومنت ده الكلام طبعا لغة الصحافة ما كانش كده خالص لا وقتها كان وصف المباراة حتى غير دلوقتي خالص خالص فلدرجة أن أنا عايز في الكلام أشوف مين اللي جاب التسعة ما تعرفش تقرأ من الحروف أولا أن الرصاص دي كانت غير واضحة بالمرة لكن كانت مباراة طبعا مسجلة للتاريخ ودي أعلى فوز في تاريخ مباراة الأهل وزمان من الحاجات برضو التاريخية والرقمية الغريبة جدا هي أن العصر الحديث شفنا فيه هدف مباراة القمة في جميع المباراة على الإطلاق لهم محمد أبو تريك طبعا زي مباراة السنين الحديثة سهلة وسهلة وسهلة ومعروفة يعني أبو تريك جاب 13 هدف في زمانك ده أعلى رقم من الاهداف يسجل في المباراة الرسمية أول مباراة ليه؟ بالزبط طب ليه أنا بقول أنه في المباراة الرسمية؟ لأن فيه لاعب اسمه عبد الكريم سقر الناس كلها فاكر الاسم لا طبعا سجل 19 هدف في مباراة القمة سجل 10 للأهل في الزمالك وتسعى للزمالك في الزمالك تخيل؟ بس 19 هدف دول إيه؟ ما كانوش وقتها كل المباراة الرسمية خلي بالك أن مرحلة إحنا بنتكلم على أول أربع مباراة بالأهل والزمالك سنة 1917 و17 للمرة التانية اللي أعبه وسنة 1918 و19 و21 كانت ما بين المباراة وديا؟ أربع مباراة وديا أول أربع مباراة كانوا وديا فكان عدد المباراة الودية وصل في البحث الكام عارف كم من سبع تمة أو عشر سنين كان المباراة المسجلة والمعروفة اللي هي وديا اللي هي أخيرهم أخيرهم خلص وديا مباراة الأهل والزمالك كانوا في دورة ربعية في الأردن انتهت بتاعه بصفر صفر كانوا ساعتها ست مباراة فقط تصور وصلنا لكام في الإحصاء كام مباراة وديا وممكن بعد كام سنة نكتشف مباراة تانية نكتشف مباراة تانية 23 مباراة وديا من ضمن 232 مباراة آه 23 مباراة وديا في كل المباراة داية الأهل بيتفوق في كل مباراة في كل دورة على حدة الدولة الـ 116 مباراة 43 فوز مقابل 26 فوز للزمالك و 47 تعادل في الكاس 31 مباراة منهم 36 مباراة عفوا منهم 16 فوز للأهل 10 فوز للزمالك و 5 انتهوا بالتعادل ووقتها ما كانش فيه ركلات ترجيح أو حسب كان انتهوا بالتعادل في المباراة في السوبر المصري لعبوا 5 مرات فاز الأهل 3 مرات وانتهت مباراةين بالتعادل هتقول لي ازاي مباراة السوبر انتهت بالتعادل ما هو لازم فائز مرة فاز الأهل بركات الترجيح اللي هي في سنة 2014 ومرة فاز الزمالك بركات الترجيح اللي هي سنة 2017 اللي هي كانت في الأمارات السوبر المصري فتلت انتصارات للأهل وتعادلين وما فيش ولا فوز للزمال في كأس السلطان هي البطولة الوحيدة اللي بيتفوق فيها الزمالك على الأهل تصور لعبوا 6 مباراة في كأس السلطان دي لأنها بطولة عمرها كان قصية فاز الزمالك مرة وتعادله مرتين فاز الزمالك ثلاث مرتين وتعادله مرتين وأهل فاز مرة دي بس التفوق الوحيد للزمالك تيجي بقى لمنطقة القاهرة 42 مباراة على فكرة بمباراة منطقة القاهرة دي سنة 2000 كده وانا كنت بعمل إحصاء كانوا اللي حاملين حصر عليهم كانوا عشرين مباراة بس وصلنا لتنين واربعين مباراة اتنين واربعين مباراة واحد عشرين فوز للأهل وتسع فوز للزمالك واثنشر تعادله فأفريقيا لعبوا تسع مباراة كلهم في دور أبطال أفريقيا معادة مباراة السوبر اللي هي بتاعة الجنوب أفريقيا جوانس بيرج اللي كانت في سنة 94 فاز بيها الزمالك هو الفوز الوحيد بينما فاز الأهل خمس مرات وثلاث مباراة انتهت بالتعادل وما زال الناديين حتى هذه اللحظة بيحتفظوا بلقب الأكثر فوزا بالسوبر الإفريقي بالزبط الأهل فاز ست مرات وزمالك ثلاث مرات ده أعلى رقم لأنه مفيش حد يوصل لثلاثة ده مناسبة السوبر الإفريقيا بتلاعب مباراة بين الرجاة والترجل بالزبط الودي 23 مباراة فاز الأهل في 11 وفاز الزمالك في 8 وتعادله في 4 يعني ما عادة كأس السلطان سواء دول أو كاس أو سوبر أو بطولات المنطقة القاهرة أو الودي أو أفريقيا اللي كلهم يتفوق فيهم من النادي الأهل وبنسبة اللي احنا كلمنا عن مباراة السوبر بالأمس طبعا مباراة الرجاة المغربي حقق فوز مهم جدا على الترجل تونسي في السوبر الإفريقي بهدفين مقابل هدف وكان بيقود فريق الرجاة المغربي باترس كارتيرون المدير الفن الصابت للنادي الأهل وأصبح الرجاة المغربي في جعبته 2 سوبر إفريقي الترجي سوبر 1 لأنه من الأندية الغريبة لأنه هو لعب 3 سوبر إفريقي فاز بسوبر 1 وخسر 2 وتحديدا كان أمام الأندية اللي فازت بكأس الاتحاد الأفريقي بالمسمى القديم أو كأس الكونفادرية بالمسمى الحديث لكن يبقى الأهل وزمالك دوتر طارق بالنسبة لجاة حديث مباراة سوبر رجوانسبرج الأهلي 6 والزمالك 3 مظبوط الحاجة بقى اللي هي اللي احنا بقى عايزين نتكلم عنها النجوم اللي يعني اللي هم تألقوا في مباراة القمة كمختلفين ولا النجوم المصريين لا الأول المصريين كلمة على عموما الأعلى تهديفا أبو تريكا أبو تريكا معا رقمين أعلى تهديفا في المباراة الرسمية في تاريخ اللقاءات الأهلي وزمالك ب13 هدف جاب منهم سبعة في الدوري والسبعة بتوع الدوري دول هم أعلى معدل للتهديف للاعب في مرمى الآخر داخلوا بالا أبو تريكا وتوتو نجم الأهلي السابق طبعا في الخمسينات والستينات جاب سبع أهداف كله هم جاب سبع أهداف في الدوري وده أعلى رقم بينما أعلى رقم سجله لاعب زمالكاوي كان لتنين كل واحد منهم سجل خمس أهداف اللي هم مين اللي هم علاء الحمولي وأدري خليل أدري كله هم سجل خمس أهداف في المباراة القمة بس أهداف أبو تريكا سجل منها سبعة في الدوري وسجل هدفين في كاس مصر وسجل أربع أهداف في البطرات الإفريقية وعلى فكرة كلهم في مواجهات نوك آوت ستيج يعني مباراة زهاب وعودة كلهم الأربع أهداف سجلهم أخرهم طبعا كان في مباراة تاريخية العيبة الأهلي في استاد المتعجونة أربعة اتنين فاس بيها أربعة اتنين فيه هدف فديع جدا لوليد سليمان اه بالضبط الهدف اللي بالكعب التصليحة وكده من أكتر اللعيبة اللي سجله برضو في مباراة القمة في العصر الحديث وهو بيحتل المركز الخامس في هدافي القمة في تاريخها هو أعماد متعب سجل عشر أهداف منهم خمس أهداف في الدوري وهدفين في بطولة أفريقيا وتلت أهداف في بطولة الكاس فبالتالي صعد برقمه إلى عشر أهداف أبو تريكا وعماد متعب من النجوم الكبار قوي اللي بدأوا تقلقهم في القمة وأنهم حياتهم متقلقين برضو في مباراة القمة طيب دكتور ترى وإحنا لسه بنتكلم عن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي قدامنا جماعة على الشاشة ده بس حي مباشر من مقر إقامة فريق النادي الأهلي في برج العرب وتحديدا في هذا التوقيت الفريق الكامل داخل مطعم الفندق لتناول وجبة الغداء زي ما قلتلكم النهاردة في مواعيد سابتة ورئيسية الجهاز الفني بالتنصيق مع الجهاز الإداري محدد بالزبط مواعيد تحرك الفريق داخل فندق الإقامة حتى الوصول إن شاء الله إلى أستاذ برج العرب في التوقيت ده دام عاد الغداء كلنا شايفين صوت وصورة وهواء مباشرة من فندق الإقامة شايفين كل اللاعبين شوفنا محمد الشناوي علي لطفي مستر مارتن لالسارتي المدير الفني للنادي الأهلي إن شاء الله كل التقفيل يوم يا رب النهاردة يعملوا مباراة كبيرة مهم جدا الانتصار الثلاث نقاط لكن لسه المشوار في الدورة طويل لسه في حوالي 11 أو 12 مباراة باقيين على عمر الدور العام الكابتن سارد الحفيز قدامنا في الصورة المدير للقرة وبالأمس أيضا التدريب كان سري لكل اللاعبين والجهاز الفني حرصا على التركيز والاستعداد بشكل جيد لمباراة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة طيب دكتور طريق في حديثك عن مباراة القمة سبق لك التعليق بشكل كبير جدا في مباراة قمة كثيرة لكن أبرز الزكرياتك نفسها في تعليقك على مباراة القمة والله يا بوس أنا بدأت أعلق مباراة القمة في نفس السنة اللي كانت لسه نشأ قناة النيل للرياضة جديدة كلام ده هي طلعت البس التجريبي سنة 97 سنة 98 طلعت البس الرسمي وكانت ابتدت البس الرسمي بكاس العالم مباراة افتاح كاس العالم أنا كنت بعلق عليها اللي هي البرازيل وسكتلنة وقتها في كاس العالم اللي هي 98 وبعد كده بدأ بقى في نفس السيزون مع بداية الموسم الجديد أول مباراة الأهلي والزمالك أنا كنت بعلق على المباراة دي لكن أنا علقت على مباراة كانت فيها انتصارات لكل الفريقين يعني 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 علقت الفوز الأهلي على الزمالك وعلقت الفوز الزمالك على الأهلي لكن أشهر المباراة هي مباراة ستة واحد أنا كنت بعلق على قناة النيل وقتها كان معايا كبتن طريق يحيا وكنا فيه وقتها بالنظام المعلق والكلر كلر اللي هو اللي كان يدي شوية تفاصيل فنية ريكبت من طريق يحيا طبعا موجود بساعتها وكان بيعلق أعتقد في التأويد ده برضو وكان بيعلق مزبوط وكان المباراة كان يعني وقع طريفة جدا هو طبعا يتأصل جدا بالفؤوس احنا طبعا أنا عادة في التعليق ما ليش أي انتماءات فعادي ده كسب ده ما كسبش أنا نفس المزورة اللي بتعلق بيها واحدة يعني لو علقت في أي حتة هي مزورة واحدة الكبت الطريق يحيا كان متأثر قوي بالنتيجة فقبل ما المباراة تخلص ميشي كنت لسه أسألك السوال ده كمل معاك لغادي ديها تسعين ولا ميشي لا ميشي أبلابت كم دي يعني بسواني كده معدول فطبعا كانت كانت موقف الموقف الثاني كان مباراة أفاس فيها الزماني كان النادي الأهل وقتها منو جوزيب فريق أملاق فاكينوا كلنا بوتريكا وفلافيو وبركات والجمعة ومحمد شوقي وحسن مصطفى ومحمد عبد الرهاب رحمة الله عليه اللعيبة اللي هي النجوم اللي عملوا جيل كامل من النادي الأهل وقتها منو جوزيب عمل قرار صعب جدا لحد كان غير شخصية منو جوزيب ياخده كان مباراة القمة الأهل والزماني وقال حسم الدوري قبلها بسبع أسابيع ريح 13 لعب لا ريح الأول 10 لعب تمام اختارهم كده 10 قال لك الحضري يمكن ما كانش فيه غير بيلعب غير وقت الجمعة من التشكيلة اللي هي الأساني ولا عماد متعب ولا فلافيو كان محمد بركات مصاب لفترة وكده قال له بوص أساني عايزة أجهز نفسي وفعلا بركاتك من اللعيبة بتخزن طاقة يدينه نموش بجديد قال له إيه لا حنلعبك الماتش ده وبعدين ريح قال له لا ريح الماتش ده وبتا فمانو جوزيب من المرات القليلة اللي استجاب فيهم للعب هو بركات حس إنه هو حيبقى لوحده من النجوم الكبار دول إنه بيقود فريق كبير زي الأهلي وفي ظروف صعبة ظروف إنه هو بقى ما فيش عشر لعيبة من الفرقة فرح بركات رخر مريح بقى أحداشر لعيب فاز الزمالك بالمباراة دي 2-0 عشان بركات ملعبش أقو اللي تنمى محمد بركات بيلعب مباراة القمة اللي لا يخسر أبدا أمام الزمالك واللاعب الوحيد اللي لعب مباراة القمة ولم يخسر من الفريق الآخر بس طبعا إيه مش هنجيب لعب لعب مباراة يكون كسب يوه ونقول نحسبه لك لا لا عدد مباراة بالزبط اللي لعب محمد بركات من موسم 2004-2005 وحتى اعتزل بركات في موسم 2013-2014 لم يخسر الأهلي في وجود بركات سبحان الله المباراة اللي فاز فيها الزمالك تنصف المباراة اللي زوّق منها بركات بالزبط كده فخرج برقمه القياسي انه لم يخسر أبدا دكتور طاري الأدور أنا استمتعت جدا بالفقرة معك فيها يعني موسوعة أرقام قياسية وفاجئتنا بموضوع تاريخ مباراة الأهلي والقيمة والفوز 9-1 وعدد من الأرقام الإحصائيات اللي كلمنا فيها وفكرة الكلاسيكو والديربي فبجد كانت فقرة مميزة جدا أتمنى إن شاء الله تكون نال التارضة مشاهدي قناة الأهلي شكرا جزيلا شكرا لك وإن شاء الله نستمتع بقمة جميلة قمة فيها روح رياضية في المقام الأول زي ما قلت في البداية وفيها الأفضل يفوز إن شاء الله يزن الله كانت فقرة مهمة جدا مع الموسوع الرياضية والناقد الرياضي والمحلل والمعلق الرياضي دكتور راتار الأدور لكن في هذه اللحظات زميلي عمر ربيع ياسين يستعد لإطلالة إخبارية مباشرة مع شبكة مراسلين في كل أنحاء الجمهورية للاستعداد لمباراة القمة عمر أكيد محضر لنا حاجات كتير خلال الفقرة القادمة إن شاء الله لعد التنازل لهذه المباراة خلاص مع الوقت بيمر دقات القلب والكل بيستعد لمباراة الكلاسيكو مباراة الزمالك والأهل النهاردة يعني محمد قبل ما نروح نتكلم على الإخبار أو نروح لشبكة المرسلين اللي موجودين في كل مكان عايز أقولك إن في بعض الأنباء اللي طبعا طلعت وقالت إن مباراة القمة ممكن تتأجل بسبب هطول الأمطار لكن على حسب المصادر اللي موجودة والكلام المتداول إذا تم الاستمرار والاستمرار في هطول الأمطار على ملعب بورج العرب فممكن نقل المباراة إلى ملعب المكس أو أستاذ حرص الحدود حاليا ممكن يستقبل مباراة في حالة هطول الأمطار لكن لا نية لتأجيل مباراة القمة زي ما أنت عارف محمد إن المسافة ما بين فندق الإقامة اللي بيقيم فيه الفريقين وملعب المباراة أستاذ المكس هي يعني مسافة قريبة ممكن تكون أطول يعني بشوية صغارين من ملعب بورج العرب لكن زي ما أنا قلت لا نية لإلغاء المباراة أو تأجيل المباراة على الإطلاق لأتي الفايصل في المباراة أو الوضع هو معينة أرضية الملعب يا محمد المسافة يا عمر ما بين بورج العرب إلى أستاذ المكس تستغرق حوالي من 35 إلى 45 دقيقة وده بيتطلب بقى تغيير موعد التحرك وتحرك الحكام وتحرك الفريقين والسؤال اللي ممكن تطرحه يا عمر كمان يعني ملعب المباراة بالتأكيد بيغطى بمشمع ليلة المباراة وبيتم تجهيزه قبل مباراة القمة لكن زملاء نباب بورج العرب هم أكيد اللي هيدينوا الأخبار هناك والاستعدادات هناك وحالة مجينة بورج العرب والاستاذ هناك لأخذ هذه المباراة وكل التوفيق ليك يا عمر يا ربي في الإطلال الإخبارية القادمة شكرا محمد شكرا جزيلا وبشكر طبعا الدكتور طاري لأدور على الكلام والموسوعة والإحصائيات والأرقام اللي سمعناها ونتمنى التوفيق إن شاء الله الدكتور طاري فيه طبعا هيكون هو اللي هيزيع المباراة وعلى حالة المباراة فكل التوفيق ليك يا دكتور طاري شكرا محمد شكرا جزيلا طبعا مكملين مع حضراتكم في اليوم الخاص بالقمة رقم 117 زي ما احنا عارفين يعني قمة في كل شيء قمة زي ما احنا قلنا قبل ما تكون فيها الأداء قمة فيها السلوكيات والأخلاقيات والروح الرياضية يعني قرينا وشوفنا وسمعنا على بعض الأنباء اللي بتقول إن المباراة ممكن تتأجل المباراة لحد دلوقتي لانية على الإطلاق إن هي يتم تأجلها في حالة معينة للملعب فيه خلال الساعات القادمة علشان نقف على الحالة اللي أرضية الملعب هتكون جاهزة لها هل أرضية الملعب أو ملعب برج العرب هيكون جاهز لاستقبال المباراة على العموم هنروح ونطير بسرعة إلى الإسكندرية وبرج العرب علشان يكون معنا من جديد الزميل العزيز كريم أحمد علشان نعرف منه آخر الأخبار فضل كريم معاك برحب بك من جديد زميلي عمر برحب بكل مشاهديك ومتابعيك بخلال شاشة قناة النادي الآلي زي متابعته طبعا يمكن في خلال اللحظات كان بتوافد العبية للنادي الآلي على بتونام والوجب التألغة ده ومنها مباشرة إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة وربعة أكون محاضرة فنية أخيرة لمسر مرتل أسارتي المدير الفني الفريق للنادي الآلي تكتيج بقى التشكيل الأخير والرطوش الأخيرة على الثغرات الخاصة به فريق النادي الزمالك محاضرة أكيد أكون هامة جدا لمسر مارتن والعبية للنادي الآلي ومباشرة في تمام الساعة الرابعة ونصف يتوجه مباشرة لعبية للنادي الآلي إلى أستاذ برج العرب لأستقبل هدية المبراءة الهمة والمرتقبة أكيد كمان معاكم طبعا كل لحظة وكل دي هنكون معاكم بنتابع يمكن هنكون مع فريق النادي الآلي في غلقه في حظر طبعا أنت عارف عمر وعارف طبعا كابتن سيد عبدالحفيز بيحاول أنه يكون في غلق كبير على فريق النادي الآلي لكن احنا كالعادة بنكون متوجدين بننقل الصورة المتوجدة في فندو الإقامة طبعا يكون معانا التأمين وصلنا كمان لملعب المبراءة كل الأمور دي إن شاء الله معاكم مع زميل أمير هشام ومع أيضا كمان الكابتن إسلام الشاطر على مدار اليوم على الستوديو التحليلي نكون معاكم تابع معاكم كل الأمور لكن حتى هذه اللحظة خلاص من قابة النادي الآلي تخرج من طبعا تناول الغداء بعد تناول وجبة الغداء توجه إلى غرف القامة ومنها مباشرة إن شاء الله استعداد للمحاضرة الفنية اللي اتكلمت معاك عليها زميل عمر أنا معاك عمر كمان لو فيها استفسار كريم احنا سمعنا أنباء عن يعني في معينة لملعب مباراة بورج العرب حاليا علشان يتأكدوا من جهازية الملعب لاستقبال المباراة وهل فعلا لو في نية لنقد المباراة هل ممكن تكون في ملعب الماكس وسط حرص الحدود بما إنه من أكتر الملاعب المجهزة استقبالاً للأمطار والمباراة اللي بتقام تحت هطول الأمطار هل ده في أي أنباء ترددت هل سمعت أي حاجة موجودة من هذا القبيل أو من هذا الأخبار اللي موجودة عندك أو على الساحة الصحفية والإخبارية لو بكلم عنك زميل عمر على الملعب يمكن فيه بتكثيف كتير جداً للتصالات مع الحاجة عمر حسير رئيس لجنة المشابقات يمكن بدأنا وقلنا إنه ممكن يكون في نيل التأجيل في حالته طول أمطار كثيرة لكن ساعة بالضبط ندل نقول أو ساعة وأكتر يمكن الأمطار متوقفة والشمس تلعب شكل كبير كان آخر تصريح للحاجة عمر حسين أن الأمر خلاص يمكن هيكون محسوم والمباراة تقام فيه معادها في تمام الساعة السابعة فيه كمان يمكن شغل كبير بيبزل من معلومتنا في استاد برج العرب لشفط المياه طبعاً فيه صرف متواجد كعادة استاد برج العرب لكن طول الأمطار الكثيرة في التكتلات في وسط الملعب وعلى الأطراف في حيثة طبعاً يمكن صعبة جداً يكون فيها انجيلة فبيبقى فيها تكتلات مية في شكل كبير جداً فبيحاول المسؤولين هناك في استاد برج العرب بالتنسيق طبعاً مع الحاج عمر حسين أن الوقوف على الحالة بشكل مستمر يعني طبعاً يمكن لسه ما وصلناش إلى الاستاد أو لسه ما توجهناش إلى الاستاد لكن يمكن بيتابع بشكل مستمر مع زمينا المتواجدين هناك مع كل الناس المسؤولة في استاد برج العرب بيحاولون أنهم يمدون بيئة المعلومات تأول بأول إن شاء الله بإذن الله نكون معاك عمر ومع كل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي ننقل لكم الحالة الأخيرة لملعب المباراة قبل توجهنا من هنا من فندق القامة إلى استاد برج العرب بشكرك كريم أحمد شكراً جزيلاً وأكيد أن نكون موجودين معاك أكتر وأكتر علشان نعرف كل ما هو جديد خاص بالنادي الأهلي شكراً يا كريم شكراً جزيلاً لسا نكملين مع حضراتكم يعني وزي ما سمعنا كريم كان بنتكلم على طبعاً الموضوع الشاغل وهو تأجيل المباراة هل المباراة تتأجل هل المباراة يتم نقلها إحنا قلنا لحضراتكم كود الكواليس الموجودة وتأكدنا أكتر وأكتر من كريم وقالني في مجهودات كبيرة جداً لشرفة المياه وأيضاً توقف الأمطار ممكن يكون سبب في إقامة المباراة في نفس الملعب وأكيد في نفس الساعة والساعة السابعة بالتوقيت القاهرة لسا نكملين مع حضراتكم وزي ما احنا عارفين أن قمة كرة القدم مش قمة بس في أو ما بين لعب كرة القدم والجمهور أيضاً الفنانين بيكونوا مشاركين في أراءهم في القمة ويطرى بين الله يفوز ورأيهم كمان وطاقعتهم في إزاي ممكن تخرج القمة تعالوا نروح ونشوف تأرير مع الفنانين المصريين اللي هيتشاركوا ويتفرجوا على القمة ونرجع نكمل مع حضراتكم تم 117 ما بين نادينا العظيم الأهلي والنادي العظيم نادي الزمالك حقيقة نادي الأهلي كبير وده مما لا شك فيه بشهادة مؤثقة من اتنين موظفين ومن ضيئة من مدير العظيم نادي الأهلي كبير 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 هو نادي القرن في القرن الأفريقية حاصل للبطولات سواء المصرية أو الأفريقية أو القرية والحقيقة نادي الأهلي مش بس نجوم تجري على البصات الأخضر هم كتير الحقيقة ولو إلينا عندناهم من أول ما بدأ نادي الأهلي من أول الكابتن العظيم مختار التتش حتى الآن مش هنقدر نعده هننسى ناس ونحن مش عاوزين ننسى ناس لهم فضل ولهم نجومية كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي نادي الأهلي أيضا مليء بنجوم خارج البصات الأخضر نجومه معرفين نجومه بيحبوه نجومه بيقدروه نجومه وراءه وبجانبه وأمامه في جميع الحالات سواء كان يعني يحصد البطلات أو سواء كان مخفقا لأن الأهلي نادي من النوادي التي تستمر دائما تمرد ولكنها تموت لا تموت وزي ما قال الكابتن رحمه الله الكابتن صالح سليم الأهلي فوق الجميع نهاردة بنلعب ماتش أتمنى أنه يكون من النطشات الجميلة اللي بنشوفها بين نادي الأهلي ونادي الزمالك وأتمنى أنه يبقى ماتش نستمتع فيه بالكرة المصرية كرة الفن والهندسة وكرة الشراطين الحمر كرة الزمالك وكرة النادي الأهلي ونستمتع مع بعض والكويس قوي قوي ولا يأخذ مصر بجدية يكسب واللي يخسر نقوله هارد لك مشاهدة متعة مع الأهلي والزمالك أهلا بحضراتكم من جديد دلوقتي يجي الوقت عشان نروح لها الفقرة الحوارات التانية مع زميل العزيز أمير يشام اللي معاه حاليا فيه على السوديو والكاتب والصحف الكبير الأستاذ جمال الزهوري أمير طبعا في البداية برحب بك ويعني مباراة قمة كبيرة جدا نحن عارفين دايما ما بيكونش فيه معايير لمباراة القمة ممكن عوامل كتيرة جدا تؤدي إلى فوز أحد الفريقين لكن زي ما أنا قلت يا أمير لسه ناقص سبع مباريات واحد وعشرين نقطة مش معنى أن أي فريق من الفريقين يفوز يبقى حسم لقب دوري لكن هي مهمة يعني أو خطوة مهمة جدا نحو تحقيق اللقب أو نحو الصدارة للنادي الأهلي إن شاء الله برحب بك يا عمر في البداية وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بكل تأكيد زي ما أنت بتقول كده هي قمة ليست حاسمة هي مهمة أكيد في مشوار الفرقتين بالتحديد نتمناها تكون في صلح النادي الأهلي عشان يقدر يحتل الصدارة في أول مرة هذا الموسم وهو المكان الطبيعي بكل تأكيد بالنسبة لنادي الأهلي لكن أي أن كان في حالة فوز الأهلي إن شاء الله أو لقدر الله فوز نادي الزمالك البطولة لن تحسم إلا مع نهايتها خصوصا في الظلة هذه المنافسة القوية هذا الموسم بالتحديد في بطولة الدوري الممتاز لكن إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة لكن خلينا أقول لك في البداية كده عمر وضح عليك القلق شوية متلاقش إن شاء الله هنكسب لا في شاء لا طبعا أنت عارف أمير دايما أن اللقاءات القمة يعني الواحد عصرها سواء في البيت بقى مع الوالد أو لما كنت موجود في قطاع الناشين دايما بيكون لها أجواء أمير ويكون لها طقوس يعني أنت عارف حتى وهو مدارب أو حتى هو مشجع الوضع بيكون مختلف التشجيع بيكون ليه طقوس دايما بتصحى من النوم بدري أكيد أكيد بيكون موجود عليك قلق يعني هنعملين نهاردة ربنا يوفق النادي الأهلي إن شاء الله فهم في نفس الوقت احنا بتكلم في مباراة قمة بدون جمهور في نفس الوقت يعني علينا يعني عامل كبير جدا من كل الناس اللي يكون موجودة بتشجع النادي الأهلي مبارا الملعب ومبارا السيد بورج العرب يعني فأكيد يعني ربنا إن شاء الله يوفق ويكرم اللي يستحق إن هو يفوز ونتمنى إن شاء الله فوز النادي الأهلي يعني هستمتع بيك بقى أمير ومشارة جمال الزهيري إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بشكرك عمر شكرا جزيرا وأكيد هنرجع لك مرة تانية في فقرة أخرى هتكون همة للغاية مع اتنين من نجوم الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة لكن في هذه الفقرة الهمة جدا جدا ونحنتناول فيها كل ما يخص الصحافة والإعلام الرياضي ما قبل هذه المباراة مباراة الأهلي والزمالك اللي خلاص نعص عليها ساعات قليلة جدا جدا وحتكون مباراة غاية في الأهمية وغاية في القوة والندي على أرضية الملعب والإن شاء الله بإذن الله تمناها في صالح القلعة الحمراء والنادي الأهلي ويقدر يفوز بثلاثة نقاط أخرى بالتالي الفقرة الحالية فقرة مهمة جدا عشان معنا ضيف هام جدا وعناقض الرياضي كبير جدا 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 وكل أراءب تكون مهمة بالنسبة لكل جماهير الكرة المصرية بشكل عامش جمهور النادي الأهلي بس أستاذ جمال الزهيري الناقض الرياضي الكبيري أستاذ جمال مشرفنا منور الله يخليك أمير وبشكرك طبعا على كلامك وبشكر عمر ربيع يسين وبقول أن أنت وإن شاء الله شباب الأهلي شباب الإعلام الأهلاوي في المستقبل إن شاء الله شكرا جزيلا حبيك أهبرك يا كله تمام مباراة صعبة الناس كلها متركبة هذه المباراة خصوصا من فترة كبيرة قوي قوي ما كانش فيه انتظار لمبارات الأهلي وزي منك آه طبعا تبقى مباريات قمة وبيبقى الناس كلها عايزة تتفرج على هذه المباراة لكن المرة هذه توقعات صعبة قوي في مباراة الأهلي وزي مالك شايفوا مباراة زي مالك هو زي ما أنت قلت يعني طول عمر مباراة الأهلي وزي مالك مهما كانت الظروف ومهما كانت الفوارق بين الفريقين في النقاط وفي الترتيب حتى لو ما فيش منافسة على درها الدوري ولذلك أطلق عليها بطولة البطولة الخاصة طبعا يعني بطولة الكرة المصرية الخاصة أو الزعامة على الكرة المصرية واللي الحقيقة برضو التاريخ هو اللي بيقول كده الأهلي بيكون هو صاحب الكفة الأرجح في أغلب المباريات التاريخية بدليل الأرقام يعني لكن هي يمكن المرة دي اتعمل لها برضو بالبلد فرشة كبيرة جدا كانت مليانة بروح التعصب بلا داعي من البعض يعني مش هزلم برضو كل الناس وأنا هنا بشيد بموقف إدارة الأهلي أنها لم ترد ولم تستدرج في هذا المجال يعني في محاولات لجر إدارة الأهلي لأنهم يدخلوا في تلاسن ومشحنات مع فريق الزمالك أو نادي الزمالك وبقول أن كل هذه الزوابع والمشاكل كانت خارج الملعب وما زالت ولن تكون داخل الملعب على الإطلاق المباراة حاجة داخل المستطير الأخضر النادي الأهلي بيستعد بشكل محترم وزي ما قلت الحردك بالهدوء اللي موجود داخل النادي الأهلي وده على فكرة في أوقات كتير بيكون هو العنصر أو أحد العناصر الحاسمة اللي هو الهدوء والتركيز وعدم الاندفاع سواء في التصريحات أو داخل الملعب في ردود الفعل تجاه مثلا قرارات معينة قرارات للتحكيم الأهلي على طول بيستعد بصمت على أرضية الملعب ده شيء معتد بالنادي الأهلي بالضبط طيب خليني أقول لحضراتكم معلومة مهمة جدا مع كل الاحترام والتقدير لدكتور طريق الأدور والممكن قال معلومات أكيد هامة جدا خلال الفقرة السابقة بتاعته وكلها معلومات على مسؤوليته الشخصية ولا تمثل قناة النادي الأهلي بكل تأكيد طبعا دكتور طريق الأدور يعني موصوعة كبيرة في المعلومات الكروية بالتحديد لكن هو قال معلومة خاصة بأن الأهلي كسب الزمالك لما كان تحت مسمى المختلط في أحدى الأعوام في الشوط الأول بنتيجة 9-1 لا دي معلومة تبدو غير صحيحة طبعا من قبل دكتور طريق الأدور وخليني أقول لحضراتكم معلومة صحيحة كانت بنتيجة 4-1 طبعا مع كل التقدير والاحترام لدكتور طريق الأدور واللي أكيد رأيه أو معلوماته بتمثله هو كشخصية أكيد محترمة ومهمة جدا في المجال الإعلام الرياضي لكن معلومة صحيحة هي زي ما قلتها لحضراتكم أي أن كان إن شاء الله أنا أتمنى أن على حسب المعلومة دي يكون فيه تشابه النهاردة في النتائج مش مهم حتى يكون الفرق كبير مهم إن شاء الله بإذن الله أن نادي الأهلي هو اللي يفوز طيب أستاذ جمال عايز أتكلم بالتحديد عن التناول الإعلامي لمباراة الكمة بالتحديد في الفترة دي وهل هو مختلف عن السنوات الماضية خصوصا في عصر السوشيال ميديا في عصر المواقع العديدة للرياضة المصرية أو للأخبار الرياضية المصرية إيه أوجه الاختلاف ما بين العصور السابقة والعصر اللي إحنا في حاليا لا طبعا بالتأكيد إنه فيه اختلاف ضخم يعني يعني حنقسم الموضوع لجزئيتين زي ما أنت قلت أمير إنه فيه حاجة اسمها الإعلام اللي هو الإعلام بمعنى إنه مهما كان انتماء الإعلامي والصحفي إلا إنه بيكون كلامه موزون يعني موزون بمعنى إنه هو بيخاطب لا يخاطب فريق واحد أو جماهير فريق واحد يعني مثلا برضو أنا مش مش داخل معاك في المعلومة اللي حددك قلتها قوي فمش حقدر أحسن إذا كان أنت الصح أو الدكتور طارق كل واحد فيكو عنده المستند أو الدليل على صدق معلومته لكن مجرد حرصك وأنت في قناة النادي الأهلي إن أنت توضح هذه المعلومة أنا بقولك هنا أنا مش بحسم الجدل بس مجرد أن يدور هذا الحوار في قناة الأهلي إنت ممكن كنت تتعديها يعني تسعة واحد أحسن ناوكا ممكن نستغلها أو تقول 12 كمان لكن ده دورنا الإعلامي بالزبط كده تأجيد إن إحنا نصح إذن مش بالضرورة عشان إنت بتتكلم في قناة الأهلي أو داخل النادي الأهلي مش بالضرورة أن إنت تخلي الأهلي فوق قوي 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 والزمالك تحت قوي إنت بتقول الحقيقة بالزبط الواقع بيقول كذا هو ده اللي أنا أقصده بقى فيه فرق بين الإعلام يجب أن يكون فيه منطقية كمان عاصل هو كلمة هي كلمة الإعلام أنا مش جاية دي طبعا دروس في الإعلام لكن لكن ده كلمالك ده من حقي برضه لأن أنا خريج إعلام طبعا قبل ما بحب الأهلي أو بحب الزمالك أو بحب الكورة أو الكلام ده كله أنا خريج إعلام فإلا أنا تعلمته في الإعلام وهو ده بيت القصيد بقى اللي أنا عايز أكلمك فيه أنه لما أنا أكون أهلاوي وبشتغل في الأخبار أو في الأهرام أو في الجمهورية أو في أي صحيفة أو وسيلة إعلامية لازم أفرق بين حاجتين حتى لو أنا بميل للأهلي الميل بيبقى ميله ميلا خفيفا بمعنى أن أنا ما استفزش مشاعر الزمالكاوي لأن أنت فيه قراء أهلوية فيه قراء زمالكاوي فهل أنت من مصلحتك أن أنت تطفش المشجعين الزمالكاوي لا طبعا وبالتالي كان زمان أو الفترات اللي احنا اشتغلناها كلها في الإعلام الرسمي الرسمي بمعنى الإعلام المنتظم لهو فيه مسؤول وفيه مسؤول أعلى وفيه مسؤول أعلى فبيتم مراجعة يعني حديك مثال إحنا وغدين في أخبار اليوم عنوان الزمالك والأهلي الليلة في قمة الروح الرياضية أو صدام صدام الأقوياء صدام الأقوياء في قمة الروح الرياضية بورج العرب أو بستات بورج العرب طبعا ده أخبار النهاردة فبناء على هذا الكلام إحنا كتبينه ليه؟ هل ده معناه أن إحنا ملناش في الأهلي ولا في الزمالك؟ لا نا طبعا كل واحد فينا له عنده انتماءاته انتماءاته طبعا لكن إحنا لما بنيجي نختار هذا العنوان ويخضع لمناقشة حتى من مجلس تحرير الجورنال أو ييجوا يقروا ويوفقوا على هذا العنوان فده معناه أنه فيه أهلاو وفيه زمالكاو وفيه اسماء الله وفيه كل الانتماءات مش حقدر أقول بقى أنه يعني العنوان ما يكتبش بطريقة أنه أنا بميل للأهلي أو للزمالك هي مباراة الزمالك هي مباراة مباراة تحت الزمالك فلازم لازم حتقول الزمالك الأول وليس في هذا تقليل لا من شأن الأهلي ولا تعظيم للزمالك فهي هو ده الفرق اللي أنا أقصده اللي هو أنه الإعلام المنتظم الرسمي الذي يراعي جميع المستمعين أو المشاهدين أو القراء لازم تحترم عقلية القارئ أو المستقبل صح الإعلام الحديث أو نيو ميديا بقى فيه نوع من أنواع المجاهرة بالكراهية يعني مثلا واحد بيحب الزمالك فيحاول يخصف بالأرض بالفريق المنافس والعكس اللي بيحب الأهلي لازم يخلص على الزمالك وهذا أنا في رأيي ليس دور الإعلاميين واخبالك يعني أنت بتطرح كل وجهات النظر ما ينفعش مثلا أنك تلاقي هذا طبعا العنوان الحديث لسه كنت بتتكلم عنه في أخبار اليوم النهاردة الزمالك والأهلي صدام الأقوياء في قمة الروح الرياضي صدام الأقوياء في قمة الروح الرياضي لأن الإعلام له دور مش فقط أنه هو يبقى مع أو ضد الإعلام له دور في تنقية الأجواء وترسيخ المعاني الكويسة هتقول لي طب ما أحيانا ده مش موجود على أرض الواقع أنا مليش دعوة أنا كأعلامي أه كأعلامي أنا بتمنى ومحدش قال لي إنها قمة الروح الرياضي صح بس أنا لما أنا أختار هذا العنوان ممكن أقول مثلا في قمة الصقر اللي هو الطار أنا ممكن أختار الأنوان ده ليه على الاعتبار إن مثلا آخر لقاءات الفريقين كانت زي مالك هو اللي فايز فممكن أقول قمة الصقر قمة رد الاعتبار قمة اللي روح ما يرجعش حاجة كده يعني أنت حسب اختيارك فمن هنا بتيجي بقى ثقافة والروح اللي موجودة عند الصحفي أو الإعلامي ده مش معناه إنه اللي بيكتب العنوان ممكن يبقى أهلاوي فبيتمنى أكيد الفوز للأهلي طبعا لكن ده لو هو هيكتب مقال حتى بيكتبه رأيه يعني بيقول فيه برضو نفس المعين إنه هو ممكن يكون آه بيتمنى فوز للأهلي ماشي لكن بتمنى أكتر يعني إحنا عندنا الكابتن شاوي حامد زميلنا العزيز فأخبار نريدها قمة أخلاقية ده اللي أهم فعلا فترة مش كده رغم إنه هنا مش هتشكك في انتماءات زميلنا وصديقنا شاوي حامد ولا في انتماءات فلان يعني كابتن أحمد شبير كاتب مخار التعصب إنه هو يرفض التعصب وهكذا لساس فاتحي ساند قمة المش عارف إيه يعني فيه كلام مسؤول في فترة مهمة بالضبط انت بقى هنا جبت الخلاصة قمة قصدي الكلام المسؤول غير الكلام اللي بيكتب من واسع صح اللي هو بيكتب اللي في دماغه حتى لو ولع الدنيا مواصر في النهاية هناك فريق سيفوز طبعا ممكن يتعدلوا ممكن يتعدلوا لكن افرد فريق منهم كسب مش هتبقى نهاية الدوري ولا نهاية العالم وخبارك والأهلوية هيبقوا فرحانين جدا انه هم اكثر فوزا على الزمالك على مدار التاريخ سواء في اللقاءات الخاصة او في عدد البطولات يعني الموضوع مش بطولة او لقب او درع هو اللي هيخلي العلاقات تصل الى الحديد بالضبط الاعلام بقى اللي هو اللي زي بقول لحدك المواقع مثلا في بعض المواقع ملتزمة برضو عشان بقى منصف بيحاولوا ان هم يتمسكوا بالقيم الاعلامية او الصحفية وغالبا بيكون مسؤول عنها او بي بيودرها صحفيين او اعلاميين جايين من مؤسسات القومية المشكلة كلها بقى الكبرى في السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك وتويتر اللي هو كل واحد بيقول اللي هو عايز كل واحد بيقول رأيه لا بيقول رأيه بالطريقة اللي هو عايزة بالطريقة اللي هو عايزة وما يهموش الدنيا يجرالها ايه او انا بقول هو من حقهم يعمله كده لان ده رأيه الشخصي اكيد لكن المفروض ان احنا ما نساعدش ما نديش المادة الخام اللي يشتغلوا عليها ما هو انت عم يجي واحد نجم كورة في الزمالك مثلا او الاهل ويطلع يبقى قراءه متعصبة جدا طب ما هو اللي بيكتب على السوشيال ميديا هيستشهد بكلام هذا النجم يعني انا ما ادلوش هيقولك ده فلان قال كذا على رأيك يا فلان اه يعني فهي الفكرة كلها الاعلام طبعا على مدار السنوات الطويلة الماضية اه اتغير اتغير اه اتغير ما فيش كلام لكن لابد من وجود اه ضوابط لان فيه نوع من الاعلام اللي هو الجديد اللي احنا قلنا عليه صحح محتاج شوية ضبط للاقاعة مش شوية بس ده شوية كتير شوية كتير حسب حسب حالته يعني لو هو حالته متأخرة قوي محتاج شوية كتير شوية كتير طيب يعني طبعا زي ما بيقولك يا أستاذ جمال الزهير النقد الرياضي الكبير ان الاعلام بيبقى ليه دور مهم جدا في تناول الاحداث الرياضية وخصوصا بالتحديد لما تكون مباراة كبيرة جدا جدا وبيتابعها الوطن العربي كل وافريقيا او يعني ناس كتير من مختلف انحاء العالم بيتابعوا بكل تأكيد مباراة الاهلي وزي مالك مباراة القمة وخصوصا في الظل المستوى الرائع للفريقين في هذه الفترة بالتالي دور الاعلام هو تناول الاحداث والمباراة وما قبل المباراة بتحديد حتى كمان ما بعد المباراة بطريقة اعلامية صحيحة دون اصارة فتن او زيادة تعصب ما بين جمهور الفريقين وده في الحقيقة الدور الاساسي بالنسبة للاعلام وده اللي تعلمنا وبالنسبة انا كمان خارج اعلام يا أستاذ جمال وتعلمنا الكلام ده يشرفني طبعا بكل تأكيد وده دورنا المهم حتى لو احنا متأكدين في قناة النادي الاهلي لازم يكون فيه عندنا منطقية مصدقية او منحزين او طبعا مصدقية بكل تأكيد منحزين بكل تأكيد للنادي الاهلي اللي تربنا فيه اللي عاشنا فيه لكن لازم يكون فيه جزء من المنطقية والمصدقية في تناول كل الاحداث وكل الأخبار وده دورنا كاعلام في الفترة الحالية الاهتمام الاعلامي بالمباراة هل أصبح زايد ولا طول عمر مباراة القمة بمميل أهلي وزمالك لها اهتمام اعلامي خاص هو هو بنفس الرتم لها دلوقتي نفس الاهتمام يمكن الزيادة الوحيدة في عدد الوسائل الاعلامية لكن لما كان عندك تلت صحف أساسية وصحف أخرى تباعة مثلا لمؤسسات حزبية أو غيره كان على طول احنا بنعتبره فرح بيتعامل كل سنة مرتين زاد بعد كده بقى يتعامل مرتين دوري زهاب وقياب ثم أفريقيا ثم سوبر ثم كذا المهم انه في النهاية هو فرح اعلامي كان بيستثمر بشكل رائع جدا استاذ جمال خليني بس سريع نروح لمداخلة مهمة جدا في ظل الأخبار المتدولة حاليا مع الأستاذ أو الحج عامر حسين رئيس لجنة المسبقات بالتحاد المصري لكرة القدم يا حج عامر مساء الفل على حضرتك الفل ازا حضرتك حيات بستر جمال اهلا بيك حج عامر اهلا بيك حج عامر اهلا بيك حج عامر في كلام كتير خلال اللحظات الحالية بخصوص ملعب مباراة الكمة وهو استاذ الجيش ببرج العرب ومدى امكانية استضافة هذا الملعب لمباراة الكمة في الزل هطول أمطار كثيرة مما يؤثر على أرضية الملعب التطورات وسل التحدي ايه وهل في نية فعلا لتأجيل المباراة او نقل المباراة لاستاذ المكس وضح لنا حاج عامر لا وباختصار كان فيه أمطار وصف من 10 على 2 للليل وغير 11 صف تمام وبعد كده المطارين كلهم مشتغلوا في الملعب الحمد لله بكلم حالي ذاتي الملعب جاه في الوقت حاليا كويس انما ايه الأمطار اللي أحسب على كده ده حاجة بقى تغربنا بحاجة ثلاثة ومادويش ينعي لهم من ملعب لملعب طبعا بلاختلاف الزروف كل استاد فده الموضوع نقل المغراض الصعب جدا لحالة يحصل يعني الموضوع التالف الأخير الأهم عشان الناس برضو تبقى عرف القانون ان الحكم وصح بقرار الوحيد في ايه قامت المغراض اللي بقى لانهو المسؤول عن سلامة اللاعبين المغلغة عبل المباراة ويشوف اللاعيد ويشوف الناعات اللاعيدة وفي الآخر هو اللي باخد القرار المناسب يشايف في مصلح اللاعبين يعني القرار في النهاية هيكون لحكم المباراة الحكم الروماني واللي حيروح قبل المباراة بساعة أو ساعتين بالكتير عشان يشوف مدى امكانية صدافة الملعب لمباراة الكرار خاص به هو بس طبعا لازم نأكل على الكلام دوت نحن دي فكرة ان القرار بتاعنا اننا ممكن اقول اجل المباراة دلوقتي لا هو قرار محكم في كل القوانين الكورة في الاتحاد الاتحاد الدولي هو الحكم صاحب القرار ممكن يبدأ المباراة بعد ان تحصل بحمطار فييلغي المباراة ودي حصلت مع الاهل من قمروني بعد عدد المباراة من يوم وكل امور دي قرار حكم اولا الاخير انا بنحاول الملعب الملعب حاجة حاليا ان هو جاهز لللاب بالنسبة كام حاجة عامر بالنسبة كام جاهز لللاب انا بكلم حاجة دلوقتي 100% 100% كويس دلوقتي الحالي بس هو الامن من اللي جاي من اللي ممكن يخطر انطار اخرى بخلاف الامطار هل ارضية الملعب نفسها كان طبعا في كلام كتير على ستاد برج العرب مما دفع التحاد الافريكي ان هو يطلب تغيير ملعب الاهل والزمالك في بطولات الافريكية بالتحديد في الظل سوق ارضية الملعب بسوا بضغط المباريات وبسوا استعداد لبطول الامر الافريكية وكل الكلام ده ان جي نفسها كان تم تصحيحها بالوضع الصحيح حج عامر واصبحت مهيئة بشكل كامل بخلاف الامطار طبعا استضافة المباراة الحمد لله ان الملعب حاجة مشغيفة جدا كويس ويمكن انا طلعت صور من التقنعة كده من حال في الملعب انما طبعا لو ان الملعب اتلعبت اكيد الوضع حجر ان يجي وضع طبيعي انها تبقصرية تمام انما الوضع الحالي من حالة الملعب 70% من الحالة الطبيعية تحتاج بيش برج العرب تمام درجة ان انا خايف يحملوا مسؤولية الامطار لا ما اعطى كتب لا بالتوفية يا حج عمر بالتوفية يا حج عمر شهر 4 يعني شهر 4 ما حطلت لا ما عندنا في القائرة موجودة كميرا لا ربنا يوفق حج عمر انا بذكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة الهمة جدا واللي وضح لنا في الحقيقة العديد من الأمور الخاصة بهذه المباراة وقال بنسبة 100% حتى اللحظة دي لحد الساعة 2.5 هو الملعب جاهز ان شاء الله على حسد تصرحات الحج عمر حسين جاهز بنسبة 100% ان شاء الله انا اتمنى الامطار ما تغطلش تاني على ارضية البعلب عشان نقدر نستمتع بهذه المباراة في مواعدها وخصوصا ان فيه تركب كبير جدا من كل جمهور الكرة المصرية اللي مستني المباراة دي من اكثر من اسبوع بكل تأكيد اعتقد خبر جيد اه طبعا وهو حقيقا بالفعل هو الحكم هو اللي هيحزم الامر قبل المباراة مباشرة لانه ممكن الناس تقول اكتب الحكم يروح دلوقت يشوف لا ما تضمنش الظروف الجوية ايه ممكن قبل المباراة مباشرة بساعة او بساعتين ده اثناء المباراة هو ممكن يلغي كمان زي ما حصل فعلا اثناء المباراة فهذه حاجة بقى في علم الغيب ونتمنى ان شاء الله انها تكتمل وتمشي على خير بإذن الله ان شاء الله بإذن الله الامور كلها تبقى جيدة في هذه القمة المرتقبة من بين الزمالك والاهلي لان الزمالك صاحب المباراة زي ما قلنا كنا بنتكلم على التناول اعلامي وحدم المتابعة والاهتمام بمباراة القمة بين الاهلي والزمالك في السابق وفي الحالي هل هو نفس حجم المتابعة ولا لا هو زي ما قلنا انه هو زي ما قلنا انه هو موسم حتى للإعلام يعني كان الصحف يمكن دلوقتي مش زي الأول بس الصحف كانت بتعتمد في التوزيع على مباراة للأهلي والزمالك وبعدين الصحف كانت بتعتمد على ان هي ما كانش فيه وسائل الإعلام اخرى كتير صح حتى على مستوى التلفزيون كان برنامج او برنامجين وبيجوا يعني فترات محسن مرة في أسبوع تقريب اه فكان حتى المشاهد كان بيشتري الجورنان عشان يعرف ايه اللي بيجرى جوه المحسكر صح صح غير دلوقتي انت دلوقتي بتنقل المحسكر على الهوى ودلوقتي بتتكلم الحج عامر يعني ممكن ده من 20 سنة مثلا الكلام بتاع الحج عامر ده ينزل بكرة يعني الناس ما تبقاش عارفة اي حاجة عن الموضوع والكلام ده يتقال يوم بعد المباراة يعني يعني انه كان حصل كذا وكذا لا النهاردة انت اون اير في كل لحظة ده 24 ساعة اه ده 24 ساعة فالاعلام ده مختلف وعلى فكرة ده احنا كنا بندرسه اه واحنا اقدم بقى منكم بكتير نعم فكنا ده بندرسه يعني كنا بندرس انه بعد كام سنة حيكون الاعلام شكل وكذا فالقصة الاهتمام هو 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 اه شكل الاهتمام بقى شكل التغطية هو اللي بيختلف بيتحكم في الاعلام بشكل عام اللي هو جزية الاهتمام بالمباراة ومدى الاهتمام بيها بيتحكم في ايه في التغطية في التغطية بالاهتمام بالمباراة ونقل اهمية المباراة بنسبة لجماهير ولا جماهير الكرة المصرية بنسبة لهم هي المباراة مهمة اصلا عارف المباراة دي من غير اعلام خالص الجمهور مهتم بيها هو دور الإعلام إنه هو بيلبي احتياجات الناس الناس عايزة تعرف كل صغيرة وكبيرة داخل فترة الإعداد للمباراة وبالتالي نقدر نقول إنه الاهتمام هو هو شكل الاهتمام هو اللي اختلف شكل التغطية هو اللي اختلف إنما يعني يبقى زي ما قلت لك إنه المباراة نفسها طالما فيه أهلوية وفيه زمالكوية في الشارع وفي الاستاد وفي أي مكان هتفضل بنفس الأهمية ومهما أنت كسبت الزمالك عشرين مرة وهتلعب معاه تاني هتلعب برضو جمهور الآن إنت معاه يعني زي بالزبط قصة الدوري تكسب الدوري هل الأهلي محتاج دوري؟ نعم الأهلي محتاج دوري إنما ما عنديوش استعداد جمهور يخسر يخسر الأهل يخسر ولا وبطولة صح فدي حاجة مرتبطة بالناس وبتفكيرهم واهتماماتهم أجه الاختلاف ما بين المنشتات الصحفية الخاصة بمباراة القمة في السابق وفي الحالي هل فيه اختلاف كبير في التناول المنشتات دي أو فيه سرد المنشتات الخاصة بالصحف؟ في الصحف بالصحف لا الصحف أعتقد أنه نفس التوجهات يعني على حسب الانتماء الجريدة تمام لو هي يعني مثلا لو هي صحف خاصة بالأندية مية في المية مجلة الأهلي مثلا أو الصحف الأهلوية بتعلي جدا من استعدادات الأهلي وخبالك الزمالك بيعلي من استعدادات الزمالك وطموحاته إنما هو الجديد في الإعلام هو مسألة إعلان الإعلان عن الهوية يعني أنه حتى لو تلاحظ لما بيجي الأهلي والزمالك بيلعبوا في أفريقيا ابتدى يبقى فيه نغمة في السنوات الأخيرة اللي هو تمني الشر للفريق الآخر دي نغمة خطئة في الحقيقة نغمة سخيفة نغمة سخيفة ويعني أنا مثلا لما كنا بنروح تونس بدون قطعت حضرتك وأنا ممكن أتمنى خسارة مثلا الزمالك في بطولة أفريقيا لو بلعب معاه في نفس البطولة بالضبط ما هو ده لنا لكن لو هو بيشارك في بطولة مختلفة خالص عن البطولة لا بيشارك فيها لا لازم نتمنى للزمالك كل التوفيق وأنه يحرز لقب بإضافة لمصر فيه ناس بقى بيعتبروا الكلام ده راح عليه يعني في بعض الناس لما تيجي تقوله أنا بتمنى الزمالك يكسب بطولة أفريقيا يقولك لا 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 ده كان زمان فالمجاهرة بالكره ده للأسف أن في بعض المسؤولين بي سخانوا هذا الموضوع وانت عندك دلوقتي نوع جديد من الإعلام اسمه إعلام التحفيل إعلام التحفيل على السوشيال ميديا يا سيدي استنى ما أنت ما أنت هتلعب بكرة استنى ما تكسب لا يعني أنت شمتان في الفريق المنافس ربي إيه ده شوية أنت بكرة هتلعب وممكن تبقى في نفس المشكلة فبقى السوشيال ميديا عبارة عن معارك كويس بس أنا مش عايز أعتبر السوشيال ميديا ده ده هي المعيار الإعلامي لأن لو اعتبرناها المعيار الإعلامي الناس هتقطع بعض والصحف هتقطع بعض ده صحيفة رئيس التحرير آلاوي وده زم الكاوي حنقلبها هتبقى مأسايا يعني طبعا ومن هنا نرجع للنقطة اللي أنت قلت عليها أمير اللي هي نقطة المسئولية صح إن أنا أبقى عارف أنا الكلمة بتاعتي هتولع يعني يعني الكلمة أو كان زمان بتتعلق الجرائد يعني بس كان كل واحد بيشيد بفريقه يعني مثلا الأهلي حتى بتلاقيها في الأفلام العربي الأديمة على الحيطة كده المشهد عادي خالص مشهد عادي ملوش علاقة بالرياضة وورا على الحيطة مثلا الأهل عموم وحبس دمهم وصورة بعض اللاعبين ماشي كانت مدعبات طبعا وكل وقت حر بقى ممكن المخرج أهلاوي ممكن مخرج الفيلم أهلاوي فبيجيب اللقطة زيما مثلا المخرج أشرف فهمي هو غاوي أو بيحب النادي الأهلي فبيجيب لك اللقطة اللي وراها اللي يفطى دي فهو بيكتبوها واحد زيما الكاوي يعمل بس دي أنا باعتبرها يعني مشروعة ومدعبات خفيفة ملوش مش زي اللي احنا بنشوفه أكيد طيب خلينا نروح سريعا نشوف تأرير عن نجوم حفروا أساميهم من زهب في تاريخ مواجهات القمة وفي الكرة المصرية بشكل عام نروح نشوف تأرير ونرجع نواصل هذا الحوار الهام والمميز جدا مع أستاذ جمال الزهري الناقض الرياضي الكبير بعد تأرير شهدت مباريات القمة بين الأهل والزمالك على مدار تاريخها مولد العديد من النجوم خلال تألقهم اللافت في مباريات القمة على مدار تاريخها يأتي على رأسهم محمود مختار التيتش رمز الأهلي الخالد وأحد نجوم الناد الآلي والكرة المصرية في حقبة العشرينيات والثلاثينيات حيث خض العديد من مباريات القمة كان له بصمة واضحة بعدما نجح في هزي شباك الأبيض في ثلاث عشرة مناسبة بوقع عشرة أهداف في مواجهات الفريقين بدور منطقة القاهرة وهدفين في بطولة كأس سلطان وهدف عيد في بطولة كأس مصر نجح محمد أبو تريكا نجم الناد الآلي والكرة المصرية الأسبق وأيقونة مواجهات الآلي والزمالك في الألفية الجديدة في بلوغ قمة المجد الكروي بعدما أصبح الهداف تاريخي للقاءات الفريقين بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة عشر هدفا في شباك الزمالك بواقع سبعة أهداف في بطولة الدور ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في بطولة الدور الممتاز وذلك بالتساوي مع توتو وأربعة أهداف في مواجهات الفريقين بالبطولات الإفريقية وبواقع هدفين في بطولة كأس مصر ترك سيد محمد عطية توتو مهاجم الأهلي الأسبق في حقبة الخمسينيات بصمة لا تنسى في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما سجل ثمانية أهداف بواقع سبعة أهداف في بطولة الدور الممتاز ظل الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدور على مدار نصف قرن حتى نجح أبو تريكة في معادلة رقمه في الألفية الجديدة بالإضافة لهدف وحيد لتوتو في شباك الزمالك بكأس مصر نجح عماد متعد مهاجم الأهلي الأسبق وأحد أضلاع المثلث الهجومي الأخطر لفريق الأهلي في زيارة شباك الزمالك في عشر مناسبات في مختلف المسابقات بواقع ستة أهداف بالدور ليصبح بمثابة الهداف التاريخي الثاني للقاءات الفريقين في بطولة الدور الممتاز سجل متعب ثلاثة أهداف في مواجهات الفريقين بكأس مصر وهدف وحيد في بطولة دوري الطال إفريقيا لم يعرف صفوة عبد الحليم الميستر الصغير قائد الفريق الأول كرة القدم في حقبة سبعينيات للفريق الذي يعرف بجيل التلمذة طعم الهزيمة أمام الزمالك نجح صفوة في زيارة شباك الزمالك في مناسبة واحدة وعلى نفس ناج صفوة عبد الحليم سارى محمد بركات الزئبقي نجم الأهل الأسبق وأحد أفراد الجيل الذهبي في الألفية الثالثة والذي لم يتذوق طعم الخسارة والآخر أمام الزمالك بعدما خضى ثمان عشرة مباراة انتهى ثلاث عشرة مباراة منهم بفوز النادي الأهلي وخمس مباريات انتهت بالتعادل نجح بركات في زيارة شباك الزمالك في خمس مناسبات بواقع أربعة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وهدف وحيد في بطولة الدوري يعد بركات الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين في البطولات الإفريقية برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكا دون خالب بيبو مهاجم الأهلي الأسبق اسمه بأحرف من نور في تاريخ لقاءات القمة بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة سوبر هاتريك وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس السادس عشر من مايو الفين واثنين وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة ستة لواحد ليرفع بيبو غلة أهدافه في شباك الزمالك لخمسة أهداف جميعها في بطولة الدوري الممتاز يعد مؤمن زكريا لاعب الاهلي الحالي هو آخر حب في عنقود المواهب الحمراء المتألقة في مواجهات الزمالك بعدما نجح في مزاحمة الكبار وتمكن من تسجيل خمسة أهداف في مرمى الزمالك بواقع أربعة أهداف في بطولة الدوري وهدف وحيد في بطولة كأس السوبر المحلي ونجح وليد سليمان لاعب الفريق الحالي وأحدهم عناصر الخبرة في الفريق في زيارة شباك الزمالك في أربع مناسبات بواقع ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الممتاز وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا مستمرين معاكم مشاهدين ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وهذه التخطيئة الخاصة للقمة 117 ما بين الأهلي والزمالك هذين مبرأة الهمة جدا لكن توضيحاً للأمور والجدل المصر في هذه اللحظات على المواقع وعلى صفحات السوشيال ميديا فيما يخص النتيجة الحقيقية سواء كانت تسعة واحد أو أربعة واحد والتي كان قالها دكتور طرق الأدوار في الفقرة السابقة هو كانت تسعة واحد وإحنا كنا عدلنا قلنا أربعة واحد لكن في الحقيقة إحنا اكتشفنا أن فيه وصكتين بيقولوا أهداف 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 أه أهداف 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 أ تلاتة وتلاتين دول وصكتين يا جماعة وفي الحقيقة يعني احنا حاولنا نقرى الخبر انا واستاذ جمال الزهري طبعا دفي العزيز في هذه الفقرة لان ان الخبر والكلام هو نفس السيغة ونفس الخلمات بالزبط اختلاف التاريخ واختلاف النتيجة فدول وصكتين احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نقول الحقيق دايما من خلال شاشة قناة النادي الاهلي مع كل الاحترام طبعا لدكتور طارق الادور هذه القيمة الكبيرة والمنصوعة الرياضية الكبيرة بكل تأكيد وهو اكيد معلوماته ممكن تكون بنسبة كبيرة صحيحة وايضا وارد ان تكون الوثيقة الاخرى هي اللي صحيحة لكن الاهم ان احنا بنحاول نعرض لحضراتكم كل الحقيق ودول الوثيقتين اللي منتشرين والمعروفين بخصوص نتيجة مباراة الاهلي والمختلط اللي هو الزمالك تحت اسم المختلط في هذا التوقيت سواء في عام 31 أو 33 31 قاله كانت النتيجة كانت تسعة واحد بصراحة اتمنى ان تكون تسعة واحد لكن ايان كان طبعا كل الاحترام والتقدير لجمهور نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك بكل تأكيد لكن ايان كان حاولنا نعرض لحضراتكم الوثيقتين عشان يبقى الامور كلها وضحة بنسبة كل جمهور كل اختار بقى الوثيقة اللي عايزة كل اختار اللي اختار في الاخر نتيجة لصراحة الاهلي نتيجة لصراحة الاهلي السبب في كده ايه ممكن يكون ايه استاذ جمهور ممكن جدا تكون خطأ الكمبيوتر نفسه حد لعب في النتيجة يعني سهل انه يغير رقم ده بيركبه صورة واحد على حاجتها يعني ممكن جدا فاحنا نفترض حسن النية وفي النهاية تقدر تقول انه الاهلي انتصر عنه الاهلي يغلب زي ما هم كدير الاهلي يغلب المختلط في كأس السلطنية وخلاص وده كان تبقى ليه جريدة اسمها الالعاب الرياضية في هذا التوقيت طيب المهم خلينا في النهاردة وفي هذه المباراة الهمة وبالتالي عايزين نتناول بعض عنوين الأخبار للصحف النهاردة وبالتحديد نبتدي بالأهرام واللي قالت ان الليلة الزمالك والأهلي والأوراق الرابحة صاحبة الكلمة كمان الأهرام قالت الزمالك والأهلي مواجهة بعنوان كش مالك العبيض يناور بأوراق الهجوم من الطرفين ولغة المنطق تصافحه الأحمر يراهن على الصغرى واسترداد كمته المفضلة خلينا نبتدي بالعنوان الأولاني يا أستاذ جمال واللي تطرق للأوراق الرابحة هي اللي هتكون صاحبة الكلمة من وجهة نظرك من الأوراق الرابحة في الفرقيتين اللي ممكن يكون لهم بصمة ودور لترجيح كافة فريق عن الآخر من وجهة نظرك لا الأوراق الرابحة في الفرقين كتير 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 يعني يمكن بان بالنسبة للنادي الآلي بان تأثير هذه الأوراق الرابحة بعد عودة عدد من اللاعبين اللي كانوا مصابين كانوا بعيد عن الملاعب من فترة زي علي معلول طبعا زي جونيور أجرية وليد أزارو ما عرفش هيبقى موقفه إيه هل راجع ولا لأ وليد أزارو وجاهز بدنيا وفنيا وكل حاجة تبقية لكن هو كلها حسب طبعا الرؤية الفنية حسب رؤية المدير الفني لو جاهز وشارك أعتقد برضه يبقى من الأوراق الرابحة جدا في الزلو كمان تقلق مروان محسن بالزبط ومروان محسن عندك كمان من الأوراق الرابحة عندك ناصر ماهر عندك رمضان صبحي يعني في مجموعة عندك حسين في لعبة إيلة من الأخر لعبة إيلة جمد ما هي عشان كده القمة هذه المرة مختلفة لأن الفرقتين يعني في بعض الناس أنا كنت متحفص جدا لما كانوا بيقارنوا الزمالك المتصدر مع الأهلي اللي في المركز الأخير يا جماعة الأهلي كان لعبة أربعة متشهر بالزبط يعني عنده مماريات مواجلة كان عنده مماريات مواجلة الناس كان بتتكلم على إن الزمالك حسن بطولة الدولة أنا أنا مش بتتكلم والله عشان أنا في قناة الأهلي لا أنا بقولك ده بقوله في أي مكان بروحه التقييم ده كان تقييم يعني غير دقيق ليه؟ أنت بتتكلم على المنافس اللي ما جاش اللي 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 سا ملعبش طبو أنت استنى عليه لما يلعب صح الواقع بقى تقدر تتكلم عليه دلوقتي اللي هو أنه المنافسة قوية جدا الفرق نقطتين لمصلحة نادي الزمالك فرق يعني لكن نتيجة مباراة الليلة هتحسم ممكن تخلي الموقف يختلف تماما لو الاهلي كسب هذه المباراة فهو يتصدر والناس برضو كتير الآن الآن من تصدر الاهلي لسبب لأن الاهلي لما بيتصدر أعتقد أنه هو سيبقى صعب جدا أنه هو حد يسبقه فالأوراق الربحة زي ما قلنا كتير موجودة وبعين عندك أوراق ربحة برضو في الخطوط الأخرى يعني الزمالك فيما يخص الزمالك عنده طبعا مجموعة من اللاعبين الجيدين جدا عنده عمر السعيد عنده حميد أحداد خالد بطيب معرفش هيلعب متاح متاح عندك فرجاني فرجاني ساسي ده نجم الفريق أعتقد أنا أعتقد أنه هو من أخطر وأهم اللاعبة اللي موجودة في الزمالك ولو الأهلي فرض عليه الرقابة بشكل سليم أعتقد أن فرقة الزمالك هتقل أداءها كتير لو فرجاني ساسي عنده يوسف أوباما برضو لاعب متقلقه في مجدو يعني خلينا نقول أن الفرقتين عندهم أوراق كثيرة جدا من فترة أو مرة نشوف الفرقتين فرق واحد فرق واحد الأهلي أكثر أقل دفاعا الأهلي أقل دفاعا بقيادة لاسارتي تمام لما الأهلي بيحقق التفوق بيهدو بيعرف ينظم أداءه بيعرف يقلل الحماس والرتم ده تمام لمصلحته الزمالك ممكن يكون عندوش هذه الانضباطية يعني فيه لعيبة كتير في الزمالك وخصوصا الظاهرين تمام لما بيتقدموا ما بيرجعوش بسرعة تمام طيب خلينا ناخد بعض العنوين الأخرى الخاصة بالصحف المصرية النهاردة ثم يخص مجرات القمة ما بين الأهلي والزمالك وخلينا ناخد المسا مثلا بيقولوا أنه فيه هدوء قبل العصط طيب ناخد الأخبار الأول الأخبار قلناه عموما نحن كنا قلناه خلاص الفوز شعار الأهلي والزمالك في القمة 117 ببرج العرب أخبار اليوم كمان بتقول تركيز وجدية في معسكر الأحمر الأهلي يبحث عن صدارة الدوري ومنورات بالأوراق الربحة وديتكلمنا فيها الجمهورية كمان قالت الليلة بصافرة رومانية في برج العرب قمة الكبار نار مواجهة سويسرية أورجوانية بأقدام مصرية كمان الجمهورية تطرقت للعناصر اللي في الأهلي وفي الزمالك اللي ممكن ترجح كافة فريق عن آخر وده اللي تكلمنا فيه وتناولناه مع أستاذ الكبير أستاذ جمال الزهيري كمان الميسة قالت إن فيه هدوء قبل قبل عصفة القمة لسارتي وجروس توم وجيريد في برج العرب الزمالك ساسي كلمة السر وأحداد ده مفاجأة الأحمر يناور بصلاح ورمضان طيب يعني معظم العنوين كلها بتتكلم عن الأوراق الربحة وتتكلم عن أول كمة لمستر لسارتي المدير الفاني الأرجواني وكمان أول كمة لمستر جروس المدير الفاني السويسري لنادي الزمالك هو التعامل مع المباراة التعامل مع المباراة يعني هو التعامل مع المباراة هو الفيصل على ضوء نتيجة المباراة إزاي كل مدرب حيقدر يتحكم في رتم فرقته ويمنع الآخر من التعويض تمام يعني وأنا بقول برضو ده تقييم شخصي إن اللي صارتي في الفترة اللي هو قاعدها أو اللي ظهر فيها مع الأهلي قدر يحقق نجاحات قدر يؤكد قدرته على التحكم في رتم المباراة أكتر من جروس ولكن يبقى في النهاية ظروف المباراة اللي بتحدي بتحدي تمام أكيد نتمنى إن شاء الله بإذن الله كمة في الروح الرياضية والأخلاق أولا وكمة في المتعة ثانيا وكمة لصالح النادي الأهلي سالسا بإذن الله ده اللي احنا بنتمنى بكل تأكيد أستاذ جمال في الحياة استمتعت من خلال تواجد حضرتك معنا